نظام الغشاء الداخلي للخلية نظام الغشاء الداخلي للخلية تتم عملية بناء وتعديل وإنتاج الجزيئات المختلفة في الخلية كالبروتين والدهون بواسطة عبيات يجمعها نظام خلوي واحد والذي تتمركز أهميته في كونه مسؤولاً عن تكوين البروتين هذا النظام هو نظام الغشاء الداخلي وتلك العبيات المكونة له هي الغلاف النووي الشبكة الاندبلازمية بنوعيها الخشنة والملساء جهاز غولجي وأخيراً الحويصلات المختلفة تعمل العبيات المكونة لنظام الغشاء الداخلي في تنسيق منظم فالشبكة الاندبلازمية الخشنة المحاطة بالريبوسومات تبدأ بإنتاج البروتين والذي ينتقل عبر حويصلات ناقلة لجهاز غولجي والذي بدوره يقوم بتهيئتها للمهمة التي تكونت من أجلها ثم يقوم بنقلها عبر الحويصلات إلى وجهتها فمثلاً يقوم جهاز غولجي بتعديل بعض جزيئات البروتين لتصبح إنزيمات هاضمة ثم ينقلها عبر حويصلات تسمى الليسوسومات والتي تتحد مع حويصلات أخرى لتحللها وتنتج مواد غذائية للخلية أما إن كانت وجهة الجزيئات التي يعدلها جهاز غولجي خارج الخلية فإن تلك الجزيئات كالهرمونات مثلاً تحاط بالحويصلات الإفرازية والتي تتحد مع غشاء الخلية ثم تنتقل لخارج الخلية أما الشبكة الإندبلازمية الملساء فمسؤولة عن تنقية الخلية من السموم وإنتاج الدهون التي تنتقل عبر الحويصلات لجهاز غولجي ليقوم بتعديلها للوظيفة التي تكونت من أجلها وهذا هو أحد أنظمة الخلية الحية نظام الغشاء الداخلي اشتركوا في القناة